السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنشارك معكم معجون التفاح بدون بيكتين بدون جيلاتين بدون اي اضافة يعني فقط ندير السكر والتفاح ويأتي معجون ولا ارواح ولا اطيب يعني الدوق التعوء ما شاء الله والقوام التعوى متماسك كذلك كما راكم نشوفه في الصورة يعني ما درنا لا بيكتين لا جيلاتين لا انشاء ولا شيء يعني السكر فقط وهذا المعجون يصلح للحشوات مثلا نديروه للمادلان ولا التارتات لانه متماسك فما راحش يخرجنا من الحشو كما يمكن تكلوها هادي في فطور الصباح يعني الذوق التعو رائع اذا حبيتوا تعرفوا كيفاش وجدتو معلكم الا تتبعوا الفيديو حتى النهاية نقولوا بسم الله وندخلوا مباشرة في المقادر عندي حوالي ثلاثة كيلوغرام ونصف تقريبا من التفاح يعني هذا التفاح كنت خصلته تحت الحوض عدة مرات وبالنسبة للنوعيات التفاح تقدروا تديروها في هذا المعجون يعني المهم راح تخيرو التفاح يكون ناضج تماما يعني هذه التفاح يكون طيب مليح باش تقدروا تديروه التفاح الاخضر فقط في هذا الوصفة كيما تقدروا تديرو اي تفاح تلقاوه في السوق يعني مام التفاح تحضير التفاح ستقسم الحب على اثنان ثم على اربعة و ستنحولها كامل هذه البودور و العلفة التي تقوم بها في الوسط نقطعه عادي بالنسبة لوزن السكر سنقوم بها لما نقوم بها التفح و نقوم بها كامل هذه العلفة الدخلانية كما معجون طباسة لما نقوم بها لما نقوم بها تفح كامل او كمية السكر كامل و نقوم بها لما نقوم بها كامل و نقوم بها كامل 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 و نقوم بها 1 كغ 40 مل 40 ميلي لتر 3 كيلوغرام الى 3 كيلوغرام ومئتين كما اشترته في قدر عميق نقوم بكمية الماء نضيف الغطاء ونضيفه فوق النار وبعد الغليان تنقص النار تماما ونضيفه لنار هادئة حتى يطيب نضيفها نضيف النار نضيف النار ونضيف النار نضيف النار 20 دقيقة تغير اللون تماماً الغرض من هذا العملية هو أن نطيب هذا الدفح حمليه حمليه يعني لما نقيسوه بالملعقة نلقاوه طاب حتى نولا يعني يتهرس وحده وحده نعيليك وشوفوا الكمية الماء ليزت نزلت لي ميناء الدفح نعيليك رح نحاول نحرك بالملعقة ولما تحركوك شغل حركو بقوان ثم راكم تحركو وراكم تحاولو يعني التهرسو ولا تعبزو في هاداك التفح نعيليك هنايا يعني هنا كاين بعض الحبات ما طابوليش يعني هادوك لي كانوا من فوق ثم التفح داعكم يعني يحركوه من حين الى اخر هاكدا باش يطابولكم هادوك البراج داع تفح كاملة مرة واحدة وراح نبعدو عن النار وراح نهرسو بواسطة البغاميكسوه ولا الخلاط الكهربائي راح نهرسو تماما حتى نتحصل على العصيدة وبعدها راح نتقلو اللي المرحلة الموالية يعني هنا مباشرة راح نجيبو مصفات راح نديرو هاداك التفح المهروس هاكدا باشتبطنا هاتي كلابيري في الاسفل وهادوك القشور اللي منحينها وش في البداية حني راح يبقى من الفوق عمليك يعني حتبقنا القشور من الفوق وهادوك الهاريس السافي راح يهبط لي من الجهة السفلية وراح نكمل بنفس الطريقة حتى نكمل كل الكمية اللي ما عندهم شمصفات ولا عندهم غرباء لهادك تاع الطعام يعني لي نديرو به الكوسكوسي يقدروا يديرو فيه ولما يكملوا كامل يغسله وينشفوه لما كملت تحصلت على هذه الكمية نايا راح نروحوا للكمية المناسبة تع السكر هانا عندي ملحقة صغيرة من حمض الستيريك وليحمض الليمون يعني تلقوا عند باقي الحلوية نروحوا الثامن تاعو رخيص جدا سوف نعود لكم هذا التفاح لما نقيته نحيت له العلفة هو اللي خذت له الميزان ونزلي حوالي ثلاثة كيلو غرام ثلاثة كيلو غرام ومئة راح ندير لي كل واحد كيلو غرام سبعمائة نغرام من السكر معنات هالكمية المناسبة تعال السكر اللي راح نديرها باش يخرج له هذا المعجون مضبوط هي زوج كيلو غرام ومئة أنا في الحقيقة يعني كانوا عندي زوج كيلو غرام فقط فرغتهم كاملين راح نرفضوا مباشرة القدر التعناف فوق النار وبالنسبة للقدر والإنتجار من الأحسن تكون تقيلة لأنه هذا الأبيري راح يتحرق لكم بسرعة يعني أن تناجارتكم لازم تكون تقيلة وخيروا هاتنتجار تكون مرتفعة الجوانب لأنه هذا المعجون لما يطير راح يدير الكثير من الفقاعات ومن الأحسن للقدر التعكم يكون مرتفئ يعني خيروا تناجارتكوнозيكو عالية ضفت ملعقة صغيرة من حفظ الستريك ضفت ملعقة صغيرة من حفظ الستريك ضفت ملعقة صغيرة من قطع الملعقة ضفت ملعقة صغيرة حفظ الستريع ضفت ملعقة صغيرة ليس الملعقة ضفت ملعقة قطعة سوف نبقى في نفس الطريقة معناة النار سوف نقصى ونحرك ونحرك حتى نصل للنتيجة التي سوف نصورها لكم الآن لأن المراحل كيف كيف يعني ما سيتغير ولا شيء نرى النتيجة التي تحصلت عليها بعد حوالي الساعة يعني هنا كمية السائل كامل نشفت لي كذلك اللون كيف تحول من اللون الأصفر إلى اللون البني الفاتح أو البرتقالي كذلك شوفوا القوام كيف تغير يعني لما نرفض بالملعقة هداك الهاريس ما راحش ينزلي بسهولة يعني تحسوه كي شغول يتقطع كي ما نخدمو الطليا كيف كيف يعني لما نلحق القوام المناسب بتاع الطليا اللي نديرها للحلوة يعني توليد تقطع يعني هنا إذا جربتوا الوصفة يعني راح تعودوا ترجعوا لبداية الفيديو راح تشوفوا القوام كيفش كان في البداية وراح اتقارنوه بالقوام لراكم تشوفوا فيه ذركة بنسبال الوقت كذلك راحيتغير على حسب الكمية تاع المعجون ولكمية التفح اللي تستخدموها في البداية كذلك يعني درجة الحرارة يعني تقدر وحدهد ديرها هادئة جدا تقدر وحدهد ديرها نار هادئة تقدر ديرها وحدهن نار هادئة ما إلى المتوسط معناتا هنا النار والكمية التفح هم اللي راح يعطوكم الوقت اللي راح تطيبو بهذه المعجون لكن أنا راح نوري لكم يعني القوام والأشياء اللي رح تشوفوها باش تعرفو بابله اضافة محجن اضافة الى المعجون يجب عليها فقط نجا كم تعرفون سلسة الطماطم والمهاجن يخرج الكثير من الفقاعة و لا يجب ان نضيفهم بالغطاء اذا قدرنا لهم الغطاء سيقطر لهم هذه الماء و سيزيدوا و شكلنا كمية أخرى من السائل و عندما نضيفوا سلسة الطماطم والمهاجن يجب ان نبخرهم كامل من كمية السائل لا يجب ان نضيف الغطاء هذه الادات هي عبارة عن شبكة لما نضيفها ستخرج لهذا الهواء و لا تضيف لكمية السائل و في نفس الوقت لا تجعل هذه الفقاعة يطيرون كامل على الفرن ستجعل عملية التنظيفة الصعبة لما عندها هذه الادات ننصحها باش تاخد السيار لان نضيفه الطعام و الغربل و تضيفه من الفق نرجع للمعجون التعناع نرى القوام تجعله فوق النار حوالي 10 دقائق معناة هذا المعجون طاب لي حوالي ساعة 10 دقائق الى ساعة وربع سوف نطفله لانه راح واجد بالنسبة للبلارات كنت عقمتهم مسبقا يعني ضروري عملية التعقيم لانه قدرت كمية لباسها من المعجون وهذا المعجون اذا عقمت البلارات و طيبتهم مليح مليح و نشفته من كامل كمية السائل يعني راح يبقى لكم عام عام ما راح يصير له اولا شيء مدرت لكم شو عملية التعقيم لكن راني دايرا فيديو تحقيم البلارات بخمس طرق و راح نخليكم الرابط في صندوق الوصف راح نشوفو المعجون تعنا يعني هنا راح ساخن لكن يعني ماهوش في درجة الغلاء يعني خليته حوالي ربع ساعة عشرين دقيقة هاكم تشوفو يعني ما زال البخار يطلع منه هاوليك هنا كيفاش تعرفوا بلي راح جاهز يعني شوفو لما نرفض بالغراف و نخلي كمية يعني راح تبقى هديك الرسمة و ما راح تختفي بسهولة يعني هذا هو القوام اللي لازم تتحصلوا عليه كذلك شوفو لما نرفض بالغراف يعني تلقاوها تقيل و ما ينزلش من هداك الغراف بسهولة راح ناخدو البلارات التوعنا اللي عقمناهم مسبقا بالنسبة للوقت اللي نعقمو فيه البلارات يعني هاد النقطة مهمة جدا المعجون تعكم يكون يطيب فوق النار تكون ما زالوا 21 دقيقة ربع ساعة باش تطفولوا راح تبدو هاملية تحقيم البلارات يعني لما نعقموا البلارات و نكونوا راح نديروا فيهم اي حاجة في الداخل نعقموهم قبل من ديروا هداك المخلل ولا هداك المعجون بوقت قصير جدا هاد الأشياء مهمة جدا باش يبقى لكم المعاجن ولا المخللات التاعكم مدة طويلة يعني انا عندي بعض المخللات في المنزل عندهم حتى عام عامين و ما صار لهم ولا شيء اذا حبيتو راح نخليكم الروابط تحذ الصور اللي راح يظهر لكم في الشاشة يعني هاد المخللات و هاد الصلصات يعني بخبيتوهم فقط في البلاكار و بدون ثلاجة و راح يبقى لكم مدة عامة او اكتر راح نرجعو للمعجون تاعنا يعني شوفوا القوام اللي لازم تتحصلوا عليه يعني باش تتعلموا طيب و باش تقدروا ترفضوا معلومات جيدة من اي فيديو سواء شفته في القناة تاعي ولا قناة واحد اخرى يعني لازم تنتبهوا الى هاد الاشياء الصغيرة مثلا القوام تاع المعجون هنا مهم جدا باش تقدروا تعرفوا وقتاش راح تحبسوا طهي اهاذ المربع نتمنى تدخلوا و تزوروا قناتي تدخلوا الى قوائم التشغيل يعني عندي طرق تخليل الزيتون المخللات والكثير من المخللات الناجحة و بطرق مختلفة يعني راح تستفادوا الكثير اذا حبيتو كذلك راح نخليكم رابط قائمة تشغيل المخللات في صندوق الوصف يعني هنا هني نعمر في المعجون التاعي في البلارات اللي عقمتهم مسبقا يعني صراحة ان هذا المعجون جام ما شاء الله والذوق التاعه يعني مغاير تماما ربما راح تلقاه معجون تفاح في الاسوق و تلقاه بنفس القوام لكن صدقوني يعني فيه مواد اصطناعية يديروا له البكتين ربما يديروا له انشا كذلك يديروا له الجيلاتين باش يقدروا يتحصلوا على هذا القوام لكن هذا المعجون صحي منزلي درناه فقط بالتفاحة والسكر انا راح نعمر البلارات التوعي كامل بنفس الطريقة وهذا الكمية التاع التفاح يعني خرجت لي كمية لا بأس بها من المربع يعني راح يخرج لكم حوالي 3 كيلوغرام الى 3 كيلوغرام ونصف من المعجون هذا المعجون هنا راه دافي يعني شوفوا كيف هاش راه ينزلي او راه يتحرك من البلارة راح نخليها نحتيبر تماما وياخذ درجة حرارة الغرفة وبعدها راح يكون بهذا القوى بالنسبة لهذا المعجون يعني كاين المرحلة التصفية لما تكون تصفوا فيه يعني راح تكون العملية شوية طويلة ولو شوية صعبة لكن اذا كانت المصفات تدعكم كبيرة الحجم يعني راح تغاولوا وتكملوا تمتم اذا كانت عندكم مصفات صغيرة يعني ننصحكم باش تستخدموا الغرباء اللي تديروا في الكوسكوسي مباشرة كاين كذلك المرحلة لما تكونوا طيبوا في الهارس و تضيفوا للسكر فوق النار يعني هدوك الفقعات راح يطهيروا في كل مكان راح تكون هاد المرحلة صعبة النوها ما لكن في النهاية لما تتحصلوا على هاد المعجون اللذيذ يعني راح تنسوا كامل هادك التعب و راح تستمتعوا بذوق رائع جدا كي ما استمتعت بها انا كذلك هذي نهاية الوصفة واذا عجبتكم ما تنسونيش من اللايك ومشاركة الوصفة والقناة مع الاصدقاء وفي الاخير راح نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته